في آخر جلسة في 2021 لمجلس الوزراء برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي رسمت قصة العراق في عام ونصف العام من عمر الحكومة التي تسلم الكاظمي منصب قيادتها كشف الرجل الأمني والسياسي والدبلوماسي بالدرجة الأولى منجزات لم تقتصر على أن غيرت كثيرا من الواقع العراقي إنما خرجت صورة بغداد بحلتها التاريخية المعهودة من قيادة الدبلوماسية في المنطقة ورسم تأثيرها في العالم جردة حساب أوردها رجل الحكومة الذي أدار ملفاتها على طريق شائك وصعب إذ دخل القصر الحكومي تزامنا مع غضب كانت تفوح رائحة دمه في شوارع البلاد ليحقق في وقت قياسي إنجازات من بينها محاربة الفساد ومواجهة السلاح المنفلت والإسراع في إجراء انتخابات مبكرة تضمن تغيير الواقع السياسي الذي تتضلع له الأجيال وفي إنجاز الورقة البيضاء للإصلاح والتي قدمت كثيرا من العوائد المالية للدولة رغم محاولات التشويش بشأنها كشف الكاظمي عن توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياطية البنك المركزي ورفع التصنيف العالمي الإئتماني للعراق تحسين العلاقات مع أقليم كردستان والتي كانت الأفضل في هذا العام من أعوام سابقة إنجازات العمل في مجال الطاقة النظيفة وتوقيع عقود لشركات تستثمر في الطاقة الشمسية جهود تقدر بفخر واعتزاز أيضا للجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمرقة التي أكدها الكاظمي في كل جولة من جولات البطولات في البلاد في الحرب ضد الإرهاب أما التعويذة الدبلوماسية للكاظمي كانت المستحيل الذي أيقنه كثيرون من عدم قدرة بغداد على العودة إلى موقعها في الخريطة العربية والعالمية لكن حنكة الرجل الدبلوماسية جعلت بغداد مقر لقاء الأشقاء والأصدقاء واستطاع بخبرة علمية وعملية أن يقود مباحثات بين السعودية وإيران وأمريكا بما ساهم في استعادة العراق لما كانته العربية والإسلامية والدولية اشتركوا في القناة